مبارح رحلت عن عالمنا السيدة الجليلة جهان السادات السيدة جهان السادات رحلت وهي تستقبل أو يعني في عامها التسعين بالمناسبة ناس كتير مش عارفة عمرها الحقيقة جهان السادات ولدت ألف وتسعمية تلاتة وثلاثين أتمت التاسعة والثمانين منذ عدة أشهر وكانت يعني دخلت في التسعين جهان السادات قصة تنفع الحقيقة هي يمكن تعمل جزء منها أو من قصة حياتها في فيلم أحمد زكي اللي عمله محمد خان انتاج أحمد زكي وعملت دورها مونة زكي وأثناء تصوير الفيلم محمد خان تخان أم أحمد زكي وقفوا الفيلم ومحمد خان قال له أنا المنتج ولكن استقني في مرة تانية الفيلم وخرج يعني بيطلع الروح لأنه كان فيه مشاكل كتير في هذا الفيلم اللي هو فيلم السادات لكن هي لوحدها الحقيقة تنفع دراما قوية جدا 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 ليه؟ وطبعا امبارح الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عملت الحقيقة يعني شيء غير مسبوك وهي أنها عملت جنازة عسكرية اليهزي السيدة وده تأكيد من الدول على احترام المرأة ودورها وإسهمها في خدمة هذا الوطن وأنه أي مكان سيخدم هذا الوطن التاريخ والبلد والقيادة السياسية ستضع هذا في عينيها وفي حسبانها وبالتالي كل من يخدم هذا البلد يستحق أن يكرم ويخلد اسمه وفعلا فيه ممكن هيطلق اسمها على أحد الأنفاق أو الكباري في منطقة التجمع وتم دفنها في النصب التسكري بجوار زوجها وأنا أعتقد دي ممكن أنا معرفش ربما تكون دي وسيطها لكن دي من أفضل الحاجات حتى على المستوى من يريد أن يزور النصب التسكري وقبل رئيس السادات الشهيد رئيس السادات فيزور زوجته السيدة جهن السادات السادات هنتكلم طبعا يمكن نتكلم النهاردة وبكرة وهذه الأيام يعني لأنها رحلت عن دنيانا فتستحقها أن نقول فيها كلمة حق خاصة دا تاريخ قريب والتاريخ له مصادر عديدة ومسجل وموثق سواء من الصحفين اللي عصروها زي مصطفى أمين ومصطفى صبر وحمد باه الدين وإحسان عبد قدوس وصلاح حاف مجموعة كبيرة جدا من الصحفين كتبوا عن جهن السادات في حياتها وبعد ما متها وفيه كتب وهي كالكتب وصلاح عيسى كتب وعب عزيم رمضان كتب يعني فيه مؤرخين صحفين ومؤرخين أكاديمين كتبوا عن هذه السيدة كتب وهي نفسها كتبت سيدة من مصر ترجم لعدة لغات وكتب تروح تلقي محاضرات في أمريكا خصوصا بعد ما حصلت على الدكتوراه في الأداب عام 81 في علم الأدب المقارن طيب فيه بقى دراما في الموضوع السادات قبل جهان الزيد السادات له أساسا يعني فرع سوداني بالمناسبة عشان نعرف قد إيه وحدة ميت يعني الوحدة المشتركة بيننا وبين الأخوة السودانية أم السادات سودانية اسمها أعتقد كان اسمها ستة البرين والسادات تجوز مرتين قبل جهان بالمناسبة تجوز بنت العمدة في قريته في المنوفية تخليبش منها ثم تزوج سيدة أخرى تخلف منها أربع بنات منهم كاميليا احنا هنحاول نكلم يعني أنا كنت بكلمها قريب وكانت مريضة معرفش يعني ربنا إيش فيها لها ابنة السادات اللي كانت دايما تصير لغط عن بعد ما مات يعني عن وفاته وعن الذين يسيرون إليه فإذن كان السادات أوريدي كان مخلف بناته وكان الكلام ده قبل ثورة 52 وبعدين اتهم السادات في قضية قتل أمين عثمون الوزير المصري فيه بعد الحرب العالمية التانية والسادات أثناء الحرب العالمية التانية كان منضم لما عرب بشبكة التجسس الألمانية اللي كان فيها حكمة فاهمي وكان عزيز المصري هذا الجنرال المصري العظيم المهم جدا في فترة ما بعد الحربين واللي كان لي دور كبير جدا في فلسطين وحرب 48 عزيز المصري دي تاريخ عظيم جدا وحتى التاريخ الفلسطيني يذكر جهود ونضال عزيز المصري حتى كان فيه شعار شديد مهم جدا يا عزيز يا عزيز كوبة تاخد الإنجليز طالع عن عزيز المصري لأنه كانوا بيطردوه المهم عزيز المصري عمل انضم الشبكة ألمانية علشان تحارب لوجود الاستعمار البريطاني في مصر وكان فيها حكمة فاهمي الرقصة اللي هي أساسا تعرفت على ضابط إنجليزي تعرفت على ضابط ألماني اسمه إبلر قال لها أنه هو من أصل مصري كان بيتكلم عربي لأنه مكت في برسعيد هو مولود في برسعيد وسافرت ألمانيا وحكمة فاهمي ورأست قدام هتلر ورجعت فرحانة وضمت للشبكة يعني حكمة فاهمي وإبلر ده ضموا للشبكة دي مين سادات وحسن عزت مين حسن عزت ابن عمت جهاني السادات جهاني السادات حسن عزت ضابط بالمناسبة ضابط اللي كان في قضية كان التون في القضيتين قضية الشبكة الألمانية وقضية مقطع العزيز عثمان والإتنين هربوا مع بعض بالمناسبة وخبتهم الرقصة حاكة ريوك كانت اتنين يعني كانوا مع بعض في كتير من النضال يعني وفي كتير من الأعمال الفدائية كل ده قبل صور اتنو وخمسين فيما بعد الحرب العامية التانية كان جهاني السادات جهان ابنة طبيب مصري اتعلم في انجلترا ورجع اشتغل في وزارة الصحة اتجوز انجليزية اسمها إيريس على ما اعتقد بلوك اسمها بالزبط دلوقتي إيريس كلاود إيريس كلاودين حاجة كده المهم السيدة جلاديس تشارلز كوتريل دي أم جهان يعني إذن الدكتور ياسمها جهان رقوف صفوط الدكتور رقوف صفوط اتجوز الممرضة جلاديس تشارلز كوتريل ممرضة انجليزية ورجع مصر عاشوا في الروضة هو اشتغل في وزارة الصحة خلي في جهان جهان دخلت المدرسة في الجيزة تعلمت فيها وهي عندها خموة ستاشر ستاشر سنة كانوا هما بيروحوا المصر في الإسماعيلية وفايد ومنطقة القناة كان حسن عزة ابن عمتها يعني أخت أبوها يعني ابن أخت أبوها ابن عمتها مع مأسادات فراحوا قاعدين مع بعض في البحر ويعندها ستاشر سنة فحسن عزة قال له أنا معجب ب تعتبر بنت خالو كده بقى أنا معجب بجهان وعايز أتقدم له فقال له مش صغيرة كان بقى هو صاغ تقريبا يعني رائض في لغة هذه الأيام وكبير وجوز وعنده بنات فقال له أنا دلوقتي عايش لوحدي وكانوا في الفترة بقى خلاص بقى كانت كل الأضاة تقفلت وطلع براءة فقال له طيب قل لابوها الدكتور أن أنت من تتظابط أولا رقم اثنين أنت غني عشان هو بيحب الفلوس قال له يعني أقول له غني الزي هاتحك عليه أنا مش غني ده أنا متشرد مهم فإيه السادات عمل حركة لطيفة جدا وقالها في أحد أحاديثه قال أنه هو داخل علشان يتقمس إنه غني خدوا بك السادات كان نفسه يبقى ممثل واعتقد نوعي شارك في أحد الأفلام في الأربعينات منش فاكر يعني كان هيشارك أو شارك في مشهد صامت ربما يكون فيلم من أفلام نجيب الرحاني سلامة في خير أحمر شفيف حاجة كده السادات كان نفسه يبقى ممثل قال كده بممثل كان نفسه يبقى ممثل كان نفسه وكان شوه كمان حب الشوه وفنان وأديب وحب الأدب وكان بيقرأ توفيه الحكيم وعقاد ويقعد معاهم يناقشهم فدخل يمثل على أبو جهان الدكتور الرؤوف صفت إنه هو غني سريع فدخل أم قال له بص على بلاطة كان مرفوض كمان من الخدمة قال له أنا مرفوض من الخدمة ومحلتيش حاجة يمكن يكون عندي كده قراطين أرض في البلد وللحاجة لسه روح أشوفهم وأنا عايزة تجاوز بنتك فطبعاً الأب رفض من أول وهلة فقال له يا ابني لما تستقر لي ويبقى لك شغلانة وبتاع تعالى تواصل بقى مع جهان بالجوابات هي بتقول إنه هو كان يكتب شعر غزل وكان يكتب غراميات رهيبة جداً جابتني الأرض ما معناها يعني ما قالتش بنفس اللفظ يعني إنها بتقول استمالني بكلماته الرومانسية العاطفية والسئدات كان يكتب بالناسبة اللي روح ماتحى في السئدات في اسكندرية أنا روحته يلاقي خط كاتب بخط إيده خطه في منطلع بقرية خطه رائع ويكاتب حاجات حتى هو يكتب البحث عن الزاد في لغة أدبية فضيعة جميلة جداً ولو كتاب تاني اسمه يا ولدي هذا عم الجمال برضو من الكتب الرصينة والكتب اللي هي فيها أدب عالي جداً يعني بيكتب سياسة بلغة الأدب كان بيكتب عن الصورة وإزاي هم عملوا الصورة بس التواصل اللي ما بين السادات بالغراميات والجوابات والجهان خليها تحبه في المرة التانية بقى هي ضغطت على أمها الإنجليزية لكي تضغط على أبوها عشان يتجوزوا وقد كان اتجوزوا إيه المحطة اللي بعد كده طبعاً هو كان رجع الخدمة ودخل الدباط الأحرار وما قالهاش إنه هو في تنظيم الدباط الأحرار لكن ليه لتصور الثلاثة وعشرين يوليو حصلت حاجة يمكن غيرت في مجرى التاريخ ومجرى مصر ساعدها غيرت في الأحداث التاريخية هحكي لكم إيه اللي حصل إنه جهان عملتين مع السادات خلت يعني كانت أحد أسباب نجاح صور الثلاثة وعشرين يوليو وطبعاً عشق السادات لجهان أنا باعتبره من القصص النادرة في عشق رئيس لزوجته بهذه الطريقة أو لقارنته بهذه الطريقة بعد الفاصل أنا عايز بس قبل ما أكمل برضو حكاية جهان السادات أفكر حضراتكم إنه إحنا عندنا خمس حالات مجانة للعلاج في الكبد والجهاز الهضمي والمناظير من الدكتور أحمد مونس يعني البرنامج بيستقبل خمس حالات وبيوديهم لي يعالجوا مجاناً في مستشفى الدكتور مونس يعني اللي عنده اللي عم يحتاج يبعت لنا وإحنا هنوصله للعلاج كاملاً إن شاء الله ربناش في الجميع فجهان السادات حكاية طيب عشان طبعاً أنا عندي حاجات تانية عايز أتكلم فيها وأخبار تانية خصاً موضوع السنوية العامة النهاردة هنتكلم فيه برضو وأنا طلقت إليفوناتكم ورسائلكم طبعاً حطونا يا جماعة الصفحة على الشاشة جهاني السادات أنا قلت لكم إنه استمالها السادات بخطاباته الغرامية وهي استطاعت أن تقنع أمها الإنجليزية واللي هي جلاديس وأمها أقنعت جزها الدكتور رقوب صفحة اللي هو من المينيا من الصعيدي أساساً وكان ليه ليه ورس كبير في المينيا في الصعيد قصدي وليه ورس كمان في الشرقية يعني هما فيه بيت كانت لغاية قرب وقت كان يعني جهان السادات وأولاد السادات أرادوا الحفاظ عليه اللي هو بيت جدها في الشرقية نشوفه كده يا جماعة الراشز بس يعني أنا بأتكلم كده نشوف البيت وتجوزه بعد ضغط من جهان نفسها جهان بتقول إنها عشقت شخصية السادات طيب عشقت في إي بقى خدوا بالكم متفاكرين لما كانت إحدى الفنانات بتتكلم عن رجل أعماله وصديقي فبتقول عليه بيدحكني فبرضه جهان السادات قالت كده إن السادات بيدحك السادات كان ابن نكتة رحمه الله وخفيف الزل ويعشق الدعادة وكان حتى أنا مرة استدفت حمد السلطان كان بيجيبه يعني يسمع نكت وقوله آخر نكتة وكده وكان فيه يشكوكه جدا ويقعد معاه فهي حبت فيه خفة ظله ده رقم واحد رقم اتنين إنه كان حنونا خدوا بالكم دي تعتبر كانت تالت زوجة وربما رابع له ثم إنه السادات السادات عايز أقولكو برضو في شبابه جين كان يعني السادات كان ما تشوفوه كده وهو في البدايات هو كان رئيس مجلس الأمة في الستينات لا برضو رجولة وطول بعرض وهي بلوند إنجليزية شقراء ما شاء الله لا أرحمها أمر شوفوا هتولي صورتها جماعة كده وهي في البدايات يعني فيه شوية صورة عندنا ندرة كده اللي هي النهاردة السفارة البريطانية يعني عاملة عنها الحقيقة كلام وصور ندرة كتير يا أستاذ إسراء طلعيننا الصور لنزلتها السفارة على صفحتها أدي صورة منازلتها النهاردة السفارة دي صورة ندرة لأسرة مين جهان السادات هي بين أمها وأبيها أمها الإنجليزية وأبيها وإخواتها خدوا بالكم دي أسرة جهان السادات دي الصورة دي الأول مرة يمكن بتنشر وهي اتجوزت السادات وهي في السن دا يعني هي دا كان عندها 16 سنة تقريبا 17 سنة في الرنج دا ودي صورة تانية برضو لها من بداية طيب اتجوزت وبعدين عاشت مع السادات في فترة احنا قلنا عايز أقول لكم سر في موضوع صورة 52 إنه 22 يوليو 1852 بالليل كان فيه المفروض السادات هيجيله من ضباط الأحرار مكالمة أو حد يروح يقول له على سيم معين أو كلمة سر معينة بحيث إنه هو يؤدي دروف الايه؟ في صورة 52 فالجهان قالت له تعالوا رحل سينما هو يحب السينما جدا وكان عبدالنصر برضو يحب السينما فاخدها وراحوا السينما بعض المؤرخين الخباثاء يقول لك دا هو السادات تعمت دا عشان لو تقبض على الضباط الأحرار يقول لهم أنا كنت في السينما معاد تذاكر البعض الآخر قال لك لأ وأعتقد منهم مؤرخ الشهير دا فتكرلكوا اسمه مؤرخ صورة يوليو قال إنه السادات عرف إنه المعادة أجل من 23 شوفوا بالكم لي 26 يوليو هما كانوا الضباط الأحرار محددين ساعة السفر يا 23 يوليو يا 26 يوليو ربما يكون فيه تاريخ ثالث فيما بعد لكن يوسف صديق عدو مجلس قطل الثورة عمل الو كان سلاح الفرسان ساعته كان رئيس وعرف إنه حضر باشا وزير الحربية اجتمع مع الحكومة وقرر إنه يقبض على الضباط الأحرار إنه فيه حركة متمردة ويوسف صديق حرك علشان يجهد وراح حاصر ساعتها وزير الحربية وكان ربما يكون راح حاصر الماء يعني كان فيه دماغه جمان يروح يحاصر الملك يعني يوسف صديق كان رجل يعني مواجه جدا ومقتحم جدا وجريء جدا وأحيانا متهور جدا فالمهم الجهان اللي خدت السادات يعني المعلومة بتاعت إنه هي قالت له تانروح سينما ليلي 23 يوليو طبعا فيما بعد هو تاني يوم على طوقة وبعدها بساعات راح قبل عبد ناصر وقبل أعدام اقتصاد صار وصاح سلم واخوة وعمل حركة يوليو التي أصبحت صورة يوليو وعاش السادات ومسك مجلس الأمة وهي عشت معته لهذه الفترة إلى أن مات عبد الناصر وهو عمل حركة التصحيح ما سميه بحركة التصحيح ثم دخل حرب أكتوبر وكان قائدا في الناصر ودخل في موضوع السلام إلى التاريخ اللي أنتم عارفين 74 السادات فتح الانفتاح أو يصدر قرار بموضوع الانفتاح الاقتصادي وكانت المجالس المحلية مجمدة فتح المجالس المحلية فهي قالت له أنا عايزة أشارك عايزة أشارك طب تشاركي يا ستي قلت له أنا هرشح نفسي عن منطقة المنوفية فكانت أول رئيس أو الامرأة تترقص مجلس محلي جهان السادات سنة 74 فازت بالأغلبية جهان السادات كان فيها حتة عجباني بصراحة عندنا الصور وهي لابسة فلاحة يا شباب هذه الفتاة الإنجليزية وتعتبر معاك جمسي الإنجليزية وكل عيلة الأم أم أنجليزية مسيحية كانت تعشق الفلاحة المصري وكانت تعشق التاريخ المصري القديم اللي هو الفراعنة وكانت يعني تقولك أنا مش حاسة أن جواي دم إنجليزي أنا حاسة أن أنا جواي دم مصري وعشان كده كانت تروح في صور ياريت صور السادات تشوفها لنا دي اللي هي لابسة فلاحة وقاعدة بتعمل العجين تسموها إيه بشعب بتقرس العجين ولا حاجة كده فلاحة فلاحة ولابسة شقة مشرشيب وترشعت ونجعت في فترة السبعينات جهان السادات حصل إشاعات كتير جدا حوالها نزلوا نزلوا السور من أخطر الشائعات اللي ارتبطت بي بجهان السادات والحقيقة اللي كان فيها دور كبير جدا لي عايز أقول للسلافين والإخوان وأيضا بعض الحركات الشوعية واليسارية اللي كرهت إنه رغم النقيمة كل دول العالم السيدة الأولى بيبقى لها دور يعني احنا شفنا الانتخالات الأمريكية شفنا الفرنسية شفنا حتى في الدول العربية السيدة الأولى بيبقى لها دور يعني الدول الجمهورية الديمقراطية السيدة الأولى بتبقى بتهتم غالية من الأطفال بحقوق المرأة بالحاجات الاجتماعية بالمجتمع الحاجات الاجتماعية لكن هو اللي حصل الهجوم اللي حصل من قوى المعارضة في السبعينات لأنه كانوا بيقارضوا وبين تحية عبد الناصر وجان السادات تحية عبد الناصر ما ظهرتش فسائل الإعلام خالص تقريبا خالص في أيام عبد الناصر طيب ده كان نموذج لدرجة أنه في وقعة شهيرة عبد الناصر لما عارف أنه رئيسي اليونان أنه هو هيروح كان ساعتها رايح يزور اليونان ورئيس اليونان لازم يقبل ويحضن ويرؤس مع مراته قال لهم لا أنا مش عايزي ده حصل في حكيته تحية عبد الناصر في مذكرة اللي طلعت بعد وفاد عبد الناصر ده دي حقبة طب وهو الملك فؤاد منع نازلي أنها تظهر في وسائل الإعلام حبسها إيه رأيكم وكان بيحبس عنها الصحفية بل إنه الملك فؤاد خلى ملكة أفغانستان ساعتها في التلاتينات النومات 37 تتحجب وكاتب شعرها قال لها لا عشان مش عايز الملكة مراتي الملكة نازلي تشوفك وإنتي مش محجب هو كان عنده حالة ده الملك فؤاد أبو فاروق إذن دي حقب يعني فحقبة عبد الناصر قيل حقبة السادات السادات بقى حاب يقدم النموذج الغربي السيدة الأولى والحقيقة مصر أساسا عارفة ده من زمان قوي مصر عارفت ملكات يعني أنا مياه وستة ملكة حاتشبسوت ونيفرتيتي ونيفرتاري ومرسي عنخ وحطب حرس وحنقول أسماء للصبح وكلبطرة بكل الروماني والفن كل أنواع كان فيه عنده مش كلبطرة السجائر ملكة كلبطرة كلبطرة الأولى والتانية والتالتة روماني ويوناني وبطلامي وغير فالسادات كان مقدم نموذج السيدة الأولى وهي الحقيقة نجحت جدا وواجهها جميلة يعني الله يرحمها واجهها تحب تشوفها ومتحدثة وطورت نفسها وأول حاجة عملتها للمرأة المصرية القانون اللي الإخوان والسلافيين سموه قانون جهان قانون جهان شوفوا فجرة أولئها مع أنه هذا القانون بيصب في جوهر مصلحة المرأة وفي جوهر الدين وخدوا بالكم واللي قال ده مشايق عظام زي الشيخ مثلا محمد الغزالي والشيخ الشعراوي يعني لما جم سألهم بس عشان هم كانوا بيتملقوا الطيرات الإسلامية لما جم سألوهم بعيد عن الطيرات الإسلامية قالوا جوهر القانون في حق المرأة بيعطيها حق هنا فقط طبعه ده في الإسلام يعطيها حق في إنها لما تتدرر تطلق طلب طلق للضرر اللي عملته في القانون اللي طلع اللي هو قانون حقوق المرأة ده اللي طلع في السبعينات بفضل جهان السادات إنه هو إنجاز العدالة القانون كان إمكاننا حشوفنا أفلام كتير أو في السبعينات وفي السبعينات عاولين موضوع ده وشوفنا أفلام لفتن حمام أريده حلا مثلا يعني فيلم أريده حلا جهان تحرجت بعد منه عشان تطلع القانون والقانون كان في صالح المرأة في وقت مبكر اللي هو متمم ليه بقى اللي حصل في الأولى الأخيرة اللي هو ما سميه قانون الخلع بس كل هذه القانون اللي لا تتنقد مع الدين وفي صالح المرأة المصرية فده شق كان مهم جدا الأطفال حقوق طفل جهان السادات كان لها فضل في إنه تأكد على موضوع التطعيمات بتاعت شل الأطفال وأمراض الأطفال مبكرا وكانت بتجاهد من أجل ده وأي جواب يجي لها من أي ست مقهورة في أي مكان في مصر كانت على طول تجيب لها طلبها فهي الإنسانية عندها مهمة جدا بعد حرب أكتوبر تقادت وفود نسائية لتضميد جراح الأسر الشهداء يعني كانت بتأدي دورها كإنسانة وسيدة أولى يعني في مكانها ده شق شق التاني بقى ماهو شي عن صراعها مع أم كلسوم أم كلسوم كانت بتقول لأنوال السادات يا أبو الأنوال ما هي كانت تعرفه من زمان كل عبد الناصر بالمناسبة ما أقول لكم إيه بس أم كلسوم اللي يحكي المواقف اللي كانت ما بين عبد الناصر و أم كلسوم يندهش إزاي كانت أم كلسوم بتعامل عبد الناصر هذا الرمز المهيب الرهيب اللي كانت الملايين يعني كان حاجة السادات تقابلوا إزاي كانت أبو الأنوال ويهذروا ويقولوا نكا فجهان قالت له لا ما ينفعش ما ينفعش تقول لك كده قدام الناس كمان أنت رئيس الجمهورية قيل بقى أنه جهان السادات بدأت يعني تحط عرقيل قدام مكلسوم أنا هقول لكم بس إيه المصادر برضو هذا الكلام نشر على ألسينة ناس كتير منهم مثلا مقالات إحسان عبد قدوس في أخبار اليوم الصراع ما بين زعيمة جمهورية الترب والسيدة الأولى صلاة عيسى نشره في حلقات ونشره أعتقد في كتاب أكتر من مؤرخ أكتر من صحفي قال هذا الكلام الأخطر بقى السيدة أم مكلسوم كانت عاملة جمعية سما جمعية النور والأمل فقيل طبعا هقول لك رد جهان السادات قيل أنه جهان السادات أول حاجة أصدرت أوامر بالاستيلاء على جمعية النور والأمل وطرد أم مكلسوم ده اللي قيل ده اللي أشيع وكانت أم مكلسوم بتعتاب جمعية النور والأمل دي يعني هي الجمعية اللي سموجودة لغاية دلوقتي جمعيتها هي اللي عملتها عشان الأعمال الخيرية والمعاقين والمكفوفين تاني حاجة قيل أن أيضا المكلسوم أرادت انجاب سوريا ناسف جهان السادات أرادت تصدير مطربة أخرى بديلة للمكلسوم وأرادت تلمعها وصناعتها هذه المطربة صديقتي وأختي العزيزة الكبيرة القديرة ياسمين الخيام وبدأت تدي دقيل لتردد واللي نشر فيما بعد حوالين الصراع أنه هي منعت أغاني مكلسوم وبدأت تزيع أغاني اسمين الخيام على طول كانت النتيجة أنه مكلسوم جالها اكتئابي فمصطفى أمين عاشق مكلسوم الدائم وزوجها بالمناسبة تزوجها سرا لما عملها قصة فاطمة فيلم فاطمة فاطمة أمين تزوج أكثر من مطربة رائبة يعني بعدين بقى نحكي عنه رفع سامة تلفون وكلم جهان السادات قال لها مكلسوم مكتئبة بسبب أن أنت منعتيها بسبب أنك خدتي كذا 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 قالت له ما حصلش قال لها ده الإشعاعات دي مالية البلد قالت له أنا هكلم مكلسوم وطبعا فيما بعد ردت جهان السادات على هذا الموضوع وأنا أعتقد أنه عشان يعني أفل لكم بقى أهم الشائعات ونشوف رد السيدة الرحيلة جهان السادات في تسجيل يعني تلفزيوني برضو من ضمن الحاجات أنها رأست مع كارتر في جنب ديفيد 79 وأنه باسها وأنه ده عمل برضو فجر كثير من النكات ممكن رصدها الأستاذ عادي الحمودة في كتاب له شهير اسمه النكتة السياسية نسمع بقى رد جهان على هذا الكلام وهم لهم تقاليد وهم لهم تقاليد وهم لنا تقاليد ما هو قام يرقص فرح واخد إيدي وهي لفة واحدة اللي لفها معايا فحس إن أنا حتى يعني لا ده في ورد داي لا وجيمي جيمي خدني لفة برضو في البيت الأديب عنده ويطلب إيدي يرقص أو ما أقول له لا أمسا ولا أشخف فيه ولا بتاعي اتكسفت طبعا لإني يعني مش عايز أوري والله ما أنا بقول له فيه أستاذ عندي في الجامعة برضو قال لي أنا زعلان جدا إزاي إزاي ترقصي مع كارترو إزاي ده إحنا تقاليد قلت له يعني كنت عايزني أضربه بالألم مثلا ولا أقول له أشخد فيه وأقول له إيه ده اللي بي يعني ما تجيش يعني فيه حاجات بتحرجي وتأسف بعد كده يعني قال أنا آسف وحتى لما لفنا هو حسها حس يعني يعني عارف إنه هو مش ديه تقاليد فرح راجع قال أنا آسف أنا فعلا ورح أسف وبرضو إحنا بنسافر وبيودعنا في المطار رح بيسني من هنا وين هقول له إيه بس عندهم دي عادية طبيعية زي ما يكون مثلا بتسلم على واحد دايما اللي يطلع في الأول حاجة لازم يتحمل بكل الحاجة يعني إحنا كنا في البيت الأبيض وهم ليهم تقاليد ومحنا لينا تقاليد ما هو قام يرقص فرح واخد إيدي وهي لفة واحدة اللي لفها معايا أدي رد الجهان على هذا الموضوع الله يرحمها السيدة أنيقة كانت مصقفة الدكتوراه بتاعتها خدتها بعد وفاة زوجها عشان بس يعني فيه برضو إشعاعات إنها الدكتوراه خدتها أثناء مسبب لكن هي خدت الدكتوراه سنة بعد وفاة السيدات أعتقد واحدة تمانية عن الأدب المقارن يعني حتى موضوع صعب اشتركوا في القناة